ثمن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي فوز مدينة شارم الشيخ بجائزة أفضل وجهة سياحية آمنة للزيارة في العالم وأكد رئيس الوزراء أن هذا الفوز يأتي تتويجا لجهود مختلف أجهزة الدولة بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء باعتبارها أيقونة للسياحة المصرية ووجهة للمؤتمرات العالمية لتتحول شارم الشيخ إلى مدينة ذكية خضراء عبر تنفيذ عدد كبير من مشروعات البنية التحتية والخدمية التي تم تخطيطها وتنفيذها على أسس مستدامة هذا وأشار مدبولي أن ما تم إنجازه في هذه المدينة يعتبر نموذجا حيا تسعى الدولة المصرية لتحقيقه في مختلف المدن ترجمة نانسي قنقر